من علامات الترقيم أيضاً النقطتان الرأسيتان وهما أكثر ما نجدهما عند الشرح والغرض منهما توضيح ما بعدهما وتمييزه عما قبله وأكثر ما يستعملان في ثلاثة مواضع بين القول ومقوله لحظة أنها توضيح لفظاً أو معنى مثل قال حكيم العلم زين والجهل شين هي جاءت بين القول والمقول قال ثم ماذا قال بين الشيء وأقسامه أو أنواعه من همان لا يشبعان ثم يوضحهما بهاتان النقطتان طالب علم وطالب مال لاحظ أنها موجودة معنا حتى في هذه التعدادات الموضوع الثالث الذي يمكن أن نجدها فيه النقطتان الرأسيتان قبل الكلام الذي يوضح ما قبله وقبل الأمثلة التي توضح قاعدة نلاحظها هنا معنا مثلاً في هذه الصفحة بين القول ولفظاً أو معنى نحو وضعنا نقطتان رأسيتان كما في وضعنا نقطتان رأسيتان وعندنا هنا نمثل على هذا نقول التوعية الصحية جليلة الفوائد ثم نضع نقطتان رأسيتان ترشد الناس إلى اتباع الأساليب السليمة في التداوي من علامات الترقيم المهمة أيضاً النقطة أو الوقفة هذه نهاية الكلام وتوضع في نهاية الجملة التي تم معناها إذا انتهى الحديث كما توضع في نهاية الفقرات ونهاية المقاطع نهاية كل شيء هي النهاية النقطة هذه هي النهاية كما في إذا تم العقل ونقصها الكلام انتهى الكلام هنا فنضع نقطة إن أخاك من واساك عندنا أيضاً رب أخي لك لم تلده أمك انتهى الكلام إن قول الحق لم يدع لي صديقة انتهى الكلام هذه هي النقطة من علامات الترقيم أيضاً عندنا الشرطة وهي علامة مشهورة أيضاً الشرطة واحدة فقط هذه تأتي في أربعة مواضع عندنا مثلاً بين العدد والمعدود إذا وقع عنواناً في أول السطر مثل التبكير في النوم واليقظة يكسب الإنسان ما يأتي أولاً صحة البدن ثانياً وفرة المال ثالثاً سلامة العقل كذلك تأتي بين ركني الجملة إذا طال الكلام وذلك التسهيل فهمها نحو مثلاً الفصل بين المبتدأ والخبر أول كتاب النظم الحياة على أساس من الثرية والعدالة والنظام طال الكلام بين المبتدأ والخبر أول خبر هو القرآن الكريم فصل بينهما بهذه الجملة الطويلة عندنا أيضاً بين الشرط وجوابه لما ينفصل الشرط عن جوابه فصلاً طويلاً يؤتى بهذه الشرطة وهي توضح ذلك يعني توضح أنه كان فيه أو أنه فيه ترابط هنا من يقدم على مشروع يعتقد أن له فيه خيراً قبل أن يدرس ما يتطلبه هذا المشروع من إعداد الوسائل ودراسة الملابسات واستشارة المجربين وتصور الوجوه المحتملة لنتائج هذا الإقدام للاستعداد لها فليس نجاحه مضمونة هنا جواب الشرط من الجانب الأول كذلك تأتي هذه الشرطة بين الكلمات المسرودة أو الجمل المتتالية المنقطعة أما قبلها كما في صغر الكلمات الآتية مبيناً ما حدث فيها من تغييرات مهيمن مسيطر مبين وتوضع بينها هذه الشرطات